بعد إنشاء لجنة مشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والشباب والرياضة لبعث مشروع الرياضة المدرسية الذي أقره رئيس الجمهورية توسم خرجو المعاهد الرياضية خيرا بتوظيفهم وذلك باستحداث منصب أستاذ تربية بدنية بالابتدائي ينتظرون اليوم تطبيقه مع الدخول القادم نحن نناشد سيادة الرئيس أبن مجيد تبون بتسريع في القرار إدراج مادة تربية بدنية ورياضية في الطاول الابتدائي لأستاذ تربية بدنية ورياضية والتي لم ولن تكون إلا باستحداث منصب أستاذ تربية بدنية ورياضية لخريجي مع تربية بدنية ورياضية وهذا القرار هو ممباثق من التزامات الرئيس اللي عدنا فيه ثيقة والالتزامات الـ 54 في الالتزام 37 و 47 الذي نص على أمر الوزارة بإعادة نظر في القوانين الأساسية في وزارة تربية قدمنا إلى قناة النهار من أجل رفع ندائنا إلى الجهات العليا في البلاد من أجل إسراع في مشروع بعث الرياضة المدرسية لأن الآلاف من الخريجين هم في انتظار يعني ما نتجت عنه القرارات النهائية بخصوص ثلاث وزارات التي تتابع مشروع بعث الرياضة المدرسية آلاف الخريجين من معاهد التربية البدنية سنويا دون عمل ويواجهون البطارة محمد صلاح عينة منهم وجد نفسه تسع سنوات دون عمل بعد تخرجه سنة 2013 يعني هنا الخريجون أنا نحكي لها رحي عندنا تسع سنين مليهزين الدبلوم فوالا ما كانش نعاني البطالة من كل الاتجاهات سمعنا بالدولة الجزائرية ندير في مجهودات من أجل بحث الرياضة المدرسية في الطور الابتدائي هنا البطالة خريجوا معاهد تربية البدنية ورياضية ينتظرون الملموس من الوزارة الواصية من أجل بحث وإسناد مدى التربية البدنية في الطور الابتدائي بعثوا مشروع الرياضة المدرسية والإسراع في تطبيقه من شأنه امتصاص البطالة للآلاف من الشباب خريجوا المعاهد الرياضية واكتشاف مواهب أطفال يحملون مشاريع رياضية أولمبية في المستقبل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر